أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة مساعدات غذائية للأسر الأكثر احتياجاً بمركز العياط بمحافظة الجيزة القافلة التي تشارك فيها جمعية رسالة للأعمال الخيرية تأتي في إطار الدورة التي تقوم به منظمات المجتمع المدني في دعم الأسر الفقيرة وتحسين حياة المواطنين عندنا براعم 25 طفل ندينهم دروس تربوية وتوعية وترفية نقدم عام يوم حل عندنا 15 من سنة بنقعد معهم بندينهم هدايا نرؤوا علوم البيت نقعد معهم يوم لطيف يعني وعندنا آخر حاجة تنظيف مسجدين ده منحب ننسيب أثر طيب في آخر اليوم نهاردة جينا نوزع 400 كيلو لحمة على الأسر الأكثر استحقاقاً في القرية وهنوزع 200 وجبة على الأسر برضو وجبات ساخنة متحدرة وموجودة في القرية هنا هنعلم 25 طفل وهنعمل زيارات لـ 15 مسنة وكمان بنعمل تنظيف المساجد الموجودة في القرية في مسجدين هتم تنظيفهم بالكامل وتجهزهم بشكل كامل جاينا النهاردة عشان نوزع 400 كيلو لحمة و200 وجبة إطعام ونجهز المسجدين بالكامل يكونوا مجهزين بكل حاجة تنظيف لهم ومعينا 25 طفل في براعم ومعينا كمان 15 مسنة مستفيد ومعينا مستفيدين محو أمية هنفيدهم النهاردة إن شاء الله نفسنا أنا أتعلم عشان أعلم أولادي وعشان أفتح المصحف وأفتح المصحف وأحفظ فيه ولو روحت أي مكان لازم أن أنا أفنفاني حتة ويفتت أبيني في الطريق لازم أن نقرأها يعني عشان أفنفاني حتة أنا جاي للجمعية الشرعية عشان خاطر أتعلم وادرس وتعلم الكرآن الكريم وزاكر لأولادي اللي هم بياخدوه اللي أنا مش فهمها جاي عشان أفهمهم أتعلم هنا في جمعية رسالة عشان الظروف اللي أنا فيها ده زم لايت فيه تعليم فرحت والله إن أنا فيه تعليم عشان معي أطفال ما بعرفش مش فهم لما بتعلمهم ما بفهمش إنهم بيعملوا غلط ولا صعب شكرا